كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداء ونرسو ما يقول ويأتينا فرداء واتعذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداء ألم تر أن أرسلنا شياطين ألا الكافرين تأذهم أزاء فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عداء يوم نعصر المتقين إلى الرحمن وفداء ونسوق المجرمين إلى جأنم ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من يتعذى إن الرحمن أهداء وقالوا تعذى الرحمن ولداء لقد جئتم سيئا إداء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنسق العرض وتخر الجبال هداء أنذعوا للرحمن ولداء وما ينبغي للرحمن أن يتعذى ولداء إن كل من في السماوات والعرض إلا آت الرحمن عبداء لقد أعصاهم وعدهم عداء وكلهم آتي يوم القيامة فرضاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنزر به قوما لداء وكم أحلكنا قبلهم من قرن حل تهس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء بسم الله الرحمن الرحيم طوحوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاء إلا تذكرة لمن يحشاء تنزيلا ممن غلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تعتصراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفاء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك هديث موسى إسراء نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنث نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى نوديا يا موسى إني أنا ربك فعلعن عليك إنك بالواد المقدس طواء وأنا اغطرتك فاصمح لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأحبطني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة عاتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تصعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردان وما تلك بيمينك يا موسى قالت هي عسى يعتوكوا عليها وأعوش بها ألا خنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تصعى قال خذها ولا تغف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناهك تغرج بيضاء من خير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه تغى قال ربي سرع لي صدري ويسر لي أمري الأقضة من لساني يبقى قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أزري وأشرك في أمري كي نصبحك كثيرا ونسكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوهينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفي في التابوت فاقذفي في اليم فيلقي اليم بالصاحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني استمسي أغتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرى عينها ولا تعزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جيت على قدر يا موسى واستنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحسى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطقى قال لا تغافا إنني معكما أسمع وعراء فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني صائل ولا تعزبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام ألا من يتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أغطى كل سائن خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها إن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبلا وعنزل من السماء ماء فأعرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا وارعوا عن عامكم إن في ذلك لآيات لأول النهاء منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نغرجكم طارة أخرى ولقد علينا وآياتنا كلها فكذب وأباء قال أجئتنا لتغرجنا من عرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نحلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يخشر الناس ضحا فتولى فرآن فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفطروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افطر فتنازعوا عمرهم بينهم واصروا النجوة قالوا إن هزان لساحران يريدان أن يخرجاكم من عرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فعجمئوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون عول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبال ويسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تصعى فأوجث في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوا إنما سنعوا كيد صاحر ولا يفلع الصاحر حيث أتا فألقي سهارة السجداء قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جزء النحل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقاء قالوا لن نسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطعنا فاقدما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقاء إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جعنم لا يموت فيها ولا يحيا وما ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تأتي الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوهينا إلى موسى عن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تغاف ضركا ولا تحصى فعدبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما خشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوان كل من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليكم خدبي ومن يحلل عليه خدبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالها ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه قطبان عصفاء قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهدو أما أردتم أن يهلا عليكم غضب من ربكم فأغلفتم موعدي